اقرار رأسنا الامازيغية كيدخل في مسلسل التفعيل ديال النهوض بالامازيغية وكذلك في مسلسل المصالحة الوطنية الامازيغية لمدة عقود طويلة طالها واحد نوع من الحيف كان هناك واحد نوع من تمييز ضد الامازيغ وضد لغتهم وضد تقفتهم ولهذا لا بد من جبر الدرار في اطار المصالحة يتم جبر الدرار وجبر الدرار هو اعادة الاعتبار للغة والتقفة والهوية ورأسنا الامازيغية من بين عناصر التقفة ومن بين عناصر الهوية كذلك مش غير في المغرب بل في كل بلدان شمال افريقيا عندنا رأسنا ميلادية نشتغل به العام كله وكن نحتفل به ليس لأن المغرب مسيحيون الشعب كله مسيحي لا لأن السنة الميلادية هي سنة دي العمل كنتنتهي واحد السنة وكندخلوا في سنة اخرى وهنا ارتكبوا الدعاة دي التطرف واحد الغلط كبير لما كيعتبروا أن الاحتفال برأس السنة الميلادية تشبه بالكفار الناس ما كيحتفلوش برأس السنة الميلادية انهم كيتشبهوا بشي حد كيحتفلوا بموضي سنة العمال ودخول سنة وهما ما قادرين شي فهموا رأس السنة الهجرية ما كيعرفتها واحد وما كيشتغل بأحد من غير ربما وزارة الأوقف إلى كانوا ضبطين همزين ولهذا عندنا رأس السنة الميلادية عندنا لها دولية عندنا رأس السنة الهجرية لها دينية إسلامية خاصنا رأس السنة لها ليست لا دينية ولا كينا في العالم كله بل هي خصوصية الشمال الفريقية واللي هي كترمز للارتباط بالأرض وكترمز للارتباط بالممتلكات الرمزية والحضارية اللي على هاد الأرض وكترمز كذلك للعراقة التاريخية واني كنقوله ألفين وتسعمية وتسعة وستين فهذا عمق تاريخي لا يمكن لأحد أنه ينكروا والاعتراف بهذا رأس السنة خاصه يكون بطبيعة الحال في إطار يعني لتفعيل الطبع الرسمي كذلك ولهذا نحن كنستغربوا أنه الجيران ديالنا اللي كنا سابقين هم في تدبير التنوع والاختلاف التقافي صبحوا الآن سابقين في الاعتراف هم رسموا الأمازيغية من بعد منا بعدة سنوات ورسموا رأس السنة قبل منا أيضا بسنة والآن يعني ما زال النقاش مستمر في المجتمع بشكل يعني غادي افتجاه غلط اللي هو الصراع اللي كان قبل الدستارة واللي خصو ينتهي منذ ألفين وحداش ومنتهش علش ما انتهاش الصراع بين المغاربة حول الموضوع الهوية لأنه ما كانش التفعيل ديال الدستور المكوينة كلها اللي في الدستور لم تفعل بما فيها المكوين العبري أعطيني مقرر دراسي في المغرب كيتكلم على أعياد اليهود المغاربة أو احتفالتهم أو تقاليدهم وعادتهم أو الديانة ديالهم ليه شيء أعطيني برامج تلفزيونية كتتكلم عن اليهود المغاربة أو كتعطي الكلمة اليهود المغاربة بشيهدروا على تقفتهم ولغتهم والديانة ديالهم لا تجد بمعنى البعد الإفريقي من غير الزيارات ديال الملك لإفريقيا أعطيني في المقررات الدراسية والبرامج لإذاعية وتلفازية شنا هو التحسيس اللي كتقوم به الدولة بشيهدروا المغاربة بأنهم أفارقة وأنهم فوق أرض إفريقيا لا لا يجد يعني يتقع المكونات ماشي غير الأمازيغية لم يفعل دستور 2011 ولهذا الوعي ديال الناس بقي بعيد على الدستور وإحنا كان نرتقبوا غلط فادح لما كان عدلوا القوانين وكانمشوا بها القدام وكانخليوا المجتمع اللور خاص المجتمع الوعي العام ديال المواطنين يواكب القوانين بش نقدرون نجحوا المشاريع ديال التنمية قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية